وفي دي نقطة مهمة برضو عشان بارح الناس كلمت معايا في الجزئية دي وهكررها الاهلي عنده اصابات كثيرة والزمالك عنده اصابات اصابات النادي الاهلي في عناصر اساسية جدا وكلهم مع بعض يعني ايه يعني فيه ست سبع لعيبة اساسيين واقعوا مع بعض ده يعمل خلل لأي فريق هتقول لي تما هو الزمالك فيه اصابات هقول لك طبعا طبعا مش بس كده على فكرة الزمالك مش فيه اصابات كمان الزمالك القوام بتاعه او القوامة بتاعته مش مكتملة فيها نواقص كثيرة فطبعا الزمالك عنده مشكلة هو الاخر في الاسابات بس الزمالك مش لعبته الاساسيين مش كلهم اساسيين الفرقة بتفوق بعناصر جديدة واخدين دفعة كده ليه ايه دفعة المدارب الجديد والعناصر الجديدة فامورهم مش هقول افضل من الاهلي بس امورهم متساستمع يعني مفهومة شوية وده برضو مش معناه ابدا انه الزمالك كسب بالحظ قدام الاهلي ان الزمالك كسب عشان الاهلي عنده اصابات عشان برضو تاني الاهلي عنده عمق في التشكيلة بس الزمالك كان جيد الزمالك بالمناسبة كان جيد في المباراتين سواء مبارات الدولي او مبارات نهاية الكاس سواء اللي اخسرها قدام الاهلي في نهاية الكاس او اللي اكسبها في مبارات الدولي المباراتين بقى في المجمل مستوهم الفني مش كبير مش كبير وانا بقى هنا هقول بس جملة واختصرها جدا فيه مشكلة كبيرة جدا وضخمة في مستوى كرة القدم المصرية وفرقها ولعبيها وكل شيء انا قلت الكلام ده ببارح هيقول لك اهلحا كارين بيقول لك بقى فيه مشكلة في كرة القدم المصرية عشان الزمالك كسب يا فنم والله يا ابدا انا قلت كده ولما احتريها لما لقى لقى كسب الكاس وقابل كده وقابل كده وقابل كده المطشبت هتلاقلو زمالك بتشم ممتعة جماعة اه في فرقة بتكسب من الاتنين بس المبارات نفسها ما فيهاش اداء فني كبير وحلو مشكلة اكبر ناديين في مصر لما بيلعبوا قدام بعض ما بيدناش كرة حلوة يبقى فيه مشكلة في الكرة بشكل عام في مصر يبقى نفتح لها مجال في وقته يعني